كيف يمكن تجفيف مصادر تمويل نظام طهران؟ ومقدرات العراق وسوريا باتت تحت تصرفه يعتمد عليها لإنعاش اقتصاده المنهك ويجد فيها مخرجا لتجنب أثر العقوبات الأمريكية يده الضاربة وقوام وجوده الحرس الثوري الإيراني يبدو أنه تأقلم مع العقوبات الأمريكية وأوجد طرقا للتخلص منها كما تؤكد صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية تفاصيل النشاط الاقتصادي للحرس الثوري تتلخص في اعتماده على عمليات التهريب ومشاريع البنية التحتية بسوريا والعراق واستيراد البضائع متجاوزا للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وللحرس الثوري شركة مقاولات عملاقة تسمى خاتم الأنبياء ووقعت العام الماضي عقودا لبناء مشروعات بنا تحتية وأخرى خاصة بالطاقة كما أنه يتلقى أموالا من حكومة بغداد مقابل تدريبه عناصر ميليشيات الحجد التي باتت قوة عسكرية نظامية تابعة للحكومة ولذلك فإن هذا المصدر المالي لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية وبحسب وولد ستريت جورنال تمثل سوريا خيط النجاة الثاني للحرس الثوري بعد العراق حيث تسخر له مقدرات الدولة لدعمه ماليا كل هذه الأموال تجمع ليس لصالح الشعب الإيراني وإنما لتمويل مشاريع التوسع والنفوذ وشن الهجمات في الدول العربية يأتي هذا في وقت تلقي فيه الولايات المتحدة اللائمة على الحرس الثوري في التفجيرات التي ضربت ناقلات النفط اليابانية والنروجية وفي وقت سابق حضرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع بنك الأنصار المملوك للحرس الثوري مؤكدة أنه كان الوسيلة الرئيسة لدفع رواتي بفيلق القدس الذي يوجه عمليات طهران بالشرق الأوسط ومرتزقة باكستان وأفغانستان في سوريا لكن السؤال الأهم طالما العراق وسوريا المصدران الرئيسان لتمويل النظام الإيراني كيف تستمر واشنطن في دعم حكومة بغداد وتتغاضى عن جرائم نظام الأسد إذا كانت زوبعة عقوباتها على نظام طهران حقيقية ترجمة نانسي قنقر